كيف تكون؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة الشهر شهر جون سأحاول أحكي بي عن الأحوال العطفية والأحوال العامة لكن سأحركز أكثر على الأوضاع العطفية لإلاقه للشريك كذلك سأتحدث عن العذاب أبدأ أول شغلة لأن هذا القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية خاصة إذا تكلمنا عن علاقة الحب بداية ثانية برج التوري عم شوف فاك سعيد بحديه الفترة عم شوف صراحة أنه في شيء لطالما كنت متعلق فيه وكنت متشبت فيه كتير وهلأ خلصت ركته عملت له كأنه هيد الباب سكرته ورح تشوف أبويب جديدة بالحيات كأنه هيد الباب كان عم يجلب لك تعاسي سواء كانت عراقة سواء كانت أي شيء صداقة كانت عم تسبب لك قلم في شخصية تسمى بحياتك يعني سكرت الأبويب عليها ورحت تفتأ يعني رحت لأبويب جديدة أو تكتشف الحيات لهيك أنا عم شوفك بطاقة فيها نوع من السعادة أكثر يا برج الثار عم شوفك كأنه خلاص أخد درس على أنه ما أفتح هذا الباب من جديد عم شوفك مقافي الأبويب وهذا الباب بالضبط الذي هو سبب لك الألم بالنسبة للشريك صراحة عم شوفه شخص طرابي شخص ثابت شخص عم شوفه إنسان مشاعر ثابته شخصي قوي كذلك ممكن يكون أنت تتعامل مع برج العساد أو عم شوفك كذلك تتعامل مع برج الحمل أو السرطان حتى الميزين عم يظهر بهذه القراءة عم شوفك على أنه هذا الإنسان عنده خاصية أنه شخص صابت شخص مقدم ممكن حتى ما ديته حلوة إنسان بيعرف كيف يجن المال إنسان ممكن عم يشتغل بكل ما يتعلق بالأموال ممكن بالبانك عم يشتغل كذلك حتى بيوكعلي مثلا مثل اللي عم ينقلوا البضائع بكل شي خاص بالإرساليات عم شوفه شخصية كذلك حتى ممكن عم يشتغل بالفن أي شيء يتعلق بالفن عم شوفه شخصية كتير هيك ثابته واثقة من نفسه وقوي جدا عم يظهر بهذه الطاقة هذا الإنسان عم شوفه هذا الإنسان عم يحبك عم شوفه اللي عم تطلع للإيس أو كابس هذا الإنسان يحمل مشاعر تجاهك كتير قويه أما أنت ممكن العلاقة شوي متعبتك عندك حيرة عندك إلوجين شوي في ثعب بهذه القراءة أو بعلاقتك ممكن هذا الإنسان عم يسبب لك قلم أو عم يسبب لك غيري أو عم يكسر لك قلبك عم شوفك كأنه عمل بريير أو عمل يعني يعني كأنه مسكر هذا الباب أو كي أو مسكر عليه ممكن عمل بلوك ما عم تحكي معه عم شوفك كأنه في قلم يأتيك من هذا الإنسان ممكن حتى كلامه إنسان يكون كلامه شوي هيك جارح وعم يجرحك بكلامه وكأنه هذه العلاقة يعني سببت لك قلم سببت لك تعب جارحتك يعني علاقة عطيتها مدة طويلة وعطيتها فرص كتيري بس يعني الجرح رح يضل يعني بتكرره بالوقت الراهن عم شوفك ممكن هذا الإنسان طلب الغفران أو طلب السامح منك وأنت حائر جدا هل تسمح له أو تسكر خلاص الباب لأنه جرح كرامتك جرح كتير أشيء يعني ألمك هذا الإنسان لهيك عم شوفك حائر في اتخاذ القرار بس هو سراحة شخص سعيد شخص سعيد ما بياخد الأمور على قلبه وممكن يقول الكلمة وخلاص وانتهيت الحكاية بس أنت عم شيله بقلبك وعم تنجرحيه برج الثور عم شوفه سعيد حتى لو جرحك وقلمك وممكن يطلو سماح منك بكل سهولة ولا عنده مشكلة عم شوفه سعيد جدا وعم شوفه مستمتع بوقته يعني واخد الأمر إذا دقيت باب هذا الإنسان رح يسامحنا ما هو قلبه طيب سراحة أنت بالرغم أنه موجوع من هذا الإنسان بالرغم أنه أنت متألم من هذا الإنسان وبتفكر بالموضوع مئة ألف مرة وعم تقول سامحه أو لا أعطيه فرصة أو لا بس سراحة أنت بدك أنه تكونوا مع بعض أنه تكونوا بهذه العلاقة بدك حتى يشاركك بالحلوة والمرة يشاركك بكل تفاصيل حياتك ما بدك أنه تكون لحالك أنت كثير متعلق بهذا الإنسان وكثير متشبت بهذا الإنسان عمشوف كذلك على أنه في راغبة من الشريك إذا لم يقولها حاليا فأنا عمشوف في راغبة ملحة أنه يطلب السماح أنه تسامحه على كثير أشيء عمشوف في راغبة ملحة أنه يكون معك هذا الإنسان بحبك يحمل مشاعر وممكن هذا الإنسان شوي صليت اللسان وعم يحكي كلام جارح لعلك أو تصرفاته اللي هي بتحكي هذا الكلام الجارح لعلك عمشوفه حتى بالمستقبل البعيد يعني عنده راغبة أنه يكون معك بعلاقة طويلة الأماد وفيها مشاعر كثير قوية بس ممكن العلاقة فيها تقلبات كأنه هذا الإنسان متقلب المزاج أوقات عم يعطيك اهتمام كثير كبير وأوقات بيبتعد يعني بيصير وغالباً هو هذا الإنسان بحب السهر بحب أنه يكون يطلع مع أصحابه ممكن هتا علاقات يعني بحب أنه يستمتع أي شيء بيجلب له سعادة بيروح يصوبه هذا الإنسان عنده راغبة أنه دائماً يكون سعيد دائماً لأنه عم تطلع لأنه كمان عم تطلع للنين أوف بنتيكلز هي تعني البلاجر استسمح كمان عم تعني هي البلاجر والسعادة والاستمتاع بالأشياء الدنيوية الأرضية وهو يعني يعمل هذه الطاقة الشخص بحب أنه يستمتعه بكل تفاصيل الحياة سواء من الأصدقاء من جلة أصدقاء ممكن كذلك ممكن يكون بعاقر المخدرات بسكائر كذا هيك بيعمل أشياء وممكن حتى بحب أنه يصاحب رفقة نساء إذا كان هو الرجل كما يظهر بهذه القراءة نشوف على أنه يطلب منك الورق أنه تعمل مجهود أكثر مجهود أكثر لأنجاح هذه العلاقة لأنه بيقلك أنه أعظم الحب يعني يتطلب خطوات أكثر وعمل مجهود أكبر يعني كأنه هذه العلاقة يلزمها للتطور لأنه تصير علاقة ناجحة جدا كتير من المجهود طلالك كمين أنه يلزمها مجهودة كتير كبير هذا الإنسان لازمه وقت لازمه نطج لازمه كتير أشياء إذا أنت يعني مستعد أنه تقدم هذا الوقت أو تقدم وقتك كله لأله ومستعد أنه تعمل مجهودة كتير بالعلاقة فممكن العلاقة تنجح بس يعني من شخص لآخر يختلف الأمر في ناس كتير بتحب أنه تضح بالعلاقة في كتير أشخاص ما بتحب أنه تهضر وقتها بعلاقة يلزمها وقت كتير طويل بالنسبة للعذاب عم شوف على أنه عندهم راغبة ملحة أنه يلزقوا بحدا من حياتهم ممكن تجمعهم الظروف بشخص ممكن يكون برج الحمل هذا الإنسان راح يكون شخصية متسرعة شخصية ممكن بده يعني عنده رغبة أنه يعمل علاقة معك وراح يعمل خطوة وراح يكون متسرع أنه يتقدم بسرعة بالعلاقة بس عم شوفك أنت عم تدرس الموضوع على كثب أو على مهل يعني كأنه حاطوا من خيار من خياراتك وشوي متمحل للبعض منكم عم شوفوا يعني في كتير منكم عندهم راغبة ملحة على أنه في شخص من الماضي يعود ليطلب السماح منهم ويكسروه أو بيطلبوا كل ساعة كل مرة أنه في عدالة تتحقق وأنه يشرب من نفس الكعس ما نسوا أبدا هذا الألم الذي سبب هذا الإنسان لهم عم شوف في راغبة أنه تتحقق العدالة الربانية أما بكل ما يتعلق بالعمل يابر الثور عم شوف كأنه أنت عندك يعني مشروع معدي عندك مشروع هذا المشروع عم تعيد صياغة أفكاره أو أولوياته عم شوفك إذا أنت تريد بكل صراحة تريد العودة إلى الدراسة فهناك احتمالية ممكن في كتير من برج الثور راح يحاولوا يبحثوا أو يقدموا لجامعات لأنه عم شوف الدراسة العليا عم تبحثوا عن كأنه بتقدموا رسائل للجامعات أو عم تعملوا أوراق تتعلق بكل شيء خاصوا بهذا المشروع اللي بحكي عنه عم شوفكم عم تقدموا أوراق عم شوفكم كذلك بتقدموا أوراق لمحكمة عم شوف كأنه كذلك للبعض منكم في شيء جديد رح يفتحوه سواء هذا المشروع رح يفتحوه بالصيغة جديدة أو رح يروحوا ليكملوا دراستهم بالجامعات عم شوف كذلك للناس اللي تريد أو تسأل عن نجاح بما يتعلق بالدراسة عم شوف في نجاح عم شوف في أشياء جديدة لبرج التور عم شوف كذلك على أنه في تحقيق الأحلامهم سواء أي حلم كان عم يحلموا فيه عم شوفوا يعني سيتحقق هذا الحلم ممكن طاقتك أنت أو أصحاب المجموعة الأولى برج الميزين أو حليا أنتو أن تبحثوا عن التويزون بالحياة عم شوف فيه بدء بداية جديدة بالحياة كأنه شخص بتعد عنكن وأنتو بدكن تبدأوا بداية جديدة بتبحثوا عن التويزون شخص وخاصة هالإنسان اللي بتعد عنكن شخص بتحبه كانت فيه علاقة حب جميلة بيناتكن بس عم شوف الأمور بقت بالفشل أو العلاقة ما كانت جيدة بيناتكن أنا عم شوفك عم تبحث عن توزن عم تبحث عن استقرار أكثر بالحياة أما الشريك حاليا عم شوفه في علاقة يعني إذا هي وردة يعني هي بتعني كتير أشياء هالورقي لمجموعة من الناس الحبيب مش قادر يبعد عنكن مش قادر يبتعد عن العلاقة أو في حب قوي بينك وبينه في نوع من التعلق بالعلاقة بس للبعض وعند عم شوف أنه هالإنسان في خيانة خاصة وخاصة عم نشوف في خيانة جسدية مع أشخاص يعني مع ناس تانين أكي بس وارد هو كما يظهر لي أنه هو متعلق كتير بعلاقتكن يعني أنتو هي متعلقين ببعض بشدة مش قادرين تنسوا بعض اكي عم شوف في تعلق شديد وفي غيرة وفي حب وفي نوع من التملك بالعلاقة أكثر اكي شابتين ببعض لدرجة لما بتبعدوا عن بعض وخاصة هو لما بيبعد عنك بيحس بألم مش قادر يبعد أنتو مع بعض بتتألموا لما بتكونوا مع بعض حتى لما بتفترقوا يعني بتصير يعني بتتعبوا التعب لما بتكونوا مع بعض ولما بتفترقوا مع بعض في تعب اكي يعني علاقة كتير صعبة اكي عم شوف كذلك أنت خاصة صاحب القراءة عم شوفوا من بعض هالفراق اللي عم شوفوا بالتاروت أنتو عم بتحاولوا تكونوا سعيدين اللي أنا عم نطلع أنه أنتم تحدثون توازن بالحقيقة هيدا اللي بيطلع لي كذلك أنت يا صاحب القراءة عم شوفك حاليا عم تبحث عن أشياء تساعدك بالحياة لأنه العلاقة كانت جارح جداً وكان فيها خصام وكان فيها زعال كتير قوي وصرت عم تبحثوا عن حال علاقتكن أكثر اكي لهيك أنا عم شوفك عم تلجأ للموضوع اللي عم تنسي كل هالأشياء سلبية اللي عشتها باللحظات الحلوة كذلك حاليا عم شوفوا بيحاول يعني ينسى الموضوع حاليا عم شوف هالشخص بعزلة وعم يتمنى كتير أشياء بالحياة أنه تتحقق يتمنى أنه تكون العلاقة جيدة معك بس يعني ممكن حاليا أنتم مبتعدين إذا ما كان في ابتعاد جسدي عم شوف في ابتعاد شوي هيك بالعلاقة في نوع من اللي أنا عم شوف العلاقة تأخد منها التعلق أكثر أشياء سلبية اللي عم تشوفها أنت فيه ممكن هالإنسان عم يهتم للعائلة أكثر ما يهتم فيك هدا للناس المتزوجين وارد يكون حتى الناس اللي بعلاقة أكا عم شوفوا اهتماماته أكثر تنسب للعائلة وممكن حدا بالعائلة توفى له في أشياء بالعائلة حاليا عم يعيشها هالإنسان وعم شوفوا هاته الإيجابية عم شوفوا شخص يعني فيه نوعا من الممكن يكون برج أسد وفيه هيك طاقة نارية أكثر لعنا عم يطلع هالإنسان ممكن يكون برج الجدي وممكن يكون برج الأسد حتى القوس عم يطلع هون بالقراءة عم يطلع الإنسان هيك شخصية نارية شخصية مقدمة شخصية هيك جميلة عنده نوعا من ال آآ عنده انرجيا وعنده طاقة كتير هائلة بيعمل كتير أشياء وعنده هيك عنده كتير طموحات بالحياة أما هو عم يشوف انه عم يشوف على انه انت عندك مشكل ب آآ يعني عندك مشكل بعدم آآ توازن بالعلاقة يعني انت انت شخص آآ وهيدا بيبين لي هيك انتم انت والشريك لما بتدخلوا بالعلاقة بتدخلوا يعني لأعماق العلاقة ممكن انتو آآ بتحبوا بعض لدرجة بتصيروا تتحكموا ببعض آآ بصير هو يسأل عنك كل لحظة يسأل عنك آآ بأي وقت آآ ممكن آآ 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 انت عم تراقب بيه بشدة وهالاشي انا عم شوف ما في توازن بالعلاقة في نوع من من التعلق الشديد بالعلاقة هدا عم يدها اللي هون اما الاشي الايجابية عم نشوفك شخص روحاني شخص آآ متدين شخص عنده عمق داخلي جميل اوك بحب فيك ها شخصية بحب انو عميق جدا عندك نوع آآ ممكن آآ شخصية انسانية عم عم تحب الخير للناس وهيك جميلة يعني هدا ينطبق على الرجل والمرأة اوكي كمان عم شوف انا آآ وخاصة نوياك انت آآ آآ عم شوف نية بالرغم انو في زعل بينتكن في خصامات وفي نوع منها انتو مش قادرين تبعدوا عن بعض في نوع من آآ بدك انت وخاصة انت بدك ترجعوا لبعض تكونوا مع بعض آآ تكملوا الطريق اكيد تضلوا مع بعض اما هو حاليا عم شوف آآ في حب وفي كل شي بس هو حاليا مبتعد حاليا ما عم وشي عم يفكر واخد وقت لحالو ما عم يقدر يعني ما رح يعمل خطوة للأمام اوكي آآ عم يفكر بنسبة كبيرة بيفكر وب يعني هالانسان بحبك بس ما مشوف في خطوة للأمام ازا عم انت ناوي انو تكون خطوة الزواج خطوة يتقدم لك آآ يعمل كل شي لقلك ما عم شوف ابدا بها الوقت لأ بس انا عم شوف انو هالانسان نيته جميلة بحبك بس هو مبتعد بهذا الوقت حتى لو كان لسا تكون بالعلاقة هالانسان آآ بهالمرحلة آآ واخد بوز واخد آآ وقت لنفسه آآ بده يشوف اولوياته او بده ياخد وقت يقرر آآ او ياخد قرار حاسم اوكي آآ يعني العلاقة الفية زاويج او لا حاليا انا عم عم نشوف الاستاد ارح تضلوا بهال بهالموتة بعد تعلق ولا وتضلوا مع بعض وتكونوا هيك يعني ازا بعضتوا عن بعض ما بتقدروا وازا بقل لك يعني نظف محيطك آآ او نظف الهالة تبعك يعني آآ بقل لك الانرجي تبعك او آآ في نوع من المراقبة والشك والغيري والتملك هيدا كل شي بيدر يعني هالطريقة بتدر آآ بتدر العلاقة اكثر ما ما بتنجحها اوكي انا انا عم لاحز في نوع بين الخلط بين بين الحب وبين التعلق والشك آآ يعني عم شوف كتير ناس ازا بحبو بصيرو يتملكوك لا من الرجل لا من المرأة وهيدي الطاقة مش صحية ولا طاقة حب هايدي هايدي طاقة سلبية آآ يعني فيك تحب الشخص بس ما فيك تتعلق اوكي مثلا انا بحب امي بس آآ يعني ليس ليس من المفروض ان آآ تصير لالي تصير ملكي آآ يعني يعني املكها او مثلا ازا بدت تتزوج املكها ما خليها هيدا نوع من الطاقة السلبية اوكي لازم تشيله فكرة انه تملك الشخص هيدي طاقة سلبية لانه ما عندنا الحق نملك اي حدا او اي حيوان او اي شخص اوكي آآ لازم تعطيه حرية لازم تعطيه طاقة او سبيس لالو اوكي كمان هون بيقول لك آآ عم شوف كمان هون في نوع من التعلق كمان هون بيقول لك آآ لازم تشافح عليك او تشافح الطاقة السلبية اللي انت عايش فيها ها كل الوراء بيحكي على انه انت والشريك لا احكي عنك فقط انت والشريك مساهمين بفشل هالعلاقة لانه آآ في نوع من التعلق ومن التملك ومن الغير الشديدة اوكي عم شوف شيء من الماضي راح يطلع على السطح آآ هذا الشيء من الماضي آآ سراحة تسبب لكم قلم آآ ممكن يكون آآ مشكلة اطفال ممكن للبعض عندكم مشاكل تتعلق بالاطفال فعم شوف ان الموضوع راح يطلع على السطح لتعيده وصياغته من جديد عم شوف كذلك حتى انه فيه سياغ جديدة لحياتكم كأنه راح ترتبوا حياتكم من جديد اوكي عم شوف للبعض من اصحاب برج الثور يعانون من الظهر من الاعين وكذلك حتى القدمين الرجلين اوكي حاولوا تشربوا مي كتير وحاولوا تعيدوا سياغته كتير اشياء جديدة بحياتكم اوكي هذا كل شيء على برج الثور بدمناه لك كل الخير والمسارات اشتركوا في القناة